نائب أرشاد الصالحي برقية تهنئة إلى رابطة تركمان العراق في أوروبا في مؤتمرها الثاني المنعقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن وذلك بمناسبة نيل الشخصية النسوية التركمانية سندس عباس منصب الرئيس رابطة تركمان أوروبا وجاء في نص البرقية أهنئوا رابطة تركمان أوروبا في مؤتمرها الثاني المنعقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن وبنتيجته التي حصلت سندوس عباس على جميع أصوات الجمعيات المشاركة في الرابطة وبأغلبية مطلقة لنيل منصب رئيس رابطة تركمان أوروبا وقدم الصالحي تهانيه وتبركاته وأضاف قائلا أشد على أيديهم آملا من الجمعيات والمنظمات التركمانية المنظوية تحت رابطة تركمان أوروبا أن ينقلوا الانتهاكات التي يتعرض لها التركمان إلى المحافل الدولية ونحن نؤمن أن قيادة سندوس عباس محل احترام وتقدير الجميع ومن المؤكد أنها سوف تكون على قدر المسئولية القومية الملقاة على عاتقها وأعانها الله وبارك في عملهم الشاق نصرة للقضية التركمانية العادلة متمنين أن يكونوا لسان حال التركمان في أروقة البرلمان الأوروبي والدول الأوروبية كما أهدناهم